بعد أشهر على احتجازها توصل ملاك السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها إلى تسوية رسمية مع قناة السويس المصرية للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس آذار الماضي هيئة قناة السويس قالت في بيان إنه تم التوصل إلى اتفاقية تسوية مع شركة الشويكيس اليابانية المالكة للسفينة لافتة إلى أن احتفالا سيقام الأربعاء لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة من جهته أشار ومثل الجهة المالكة لإيفر جيفن والمؤمن عليها فاسبير محمد من شركة ستان مارين لاستشارات القانونية والبحرية ومركزها لندن في بيان إلى أنه تم التوصل إلى حل رسمي وأن الاستعدادات ستبدأ لمغادرة السفينة دون أعطاء توضيحات إضافية وكانت هيئة القناة قد أعلنت في وقت سابق خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الأضرار الناجمة عن جنوح سفينة إيفر جيفن في قناة السويس من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار وكانت السفينة إيفر جيفن قد جنحت في الثالث والعشرين من آذار مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين لمدة ستة أيام وقدرت هيئة القناة حينها خسائر مصر جراء ذلك ما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 59 متر وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن كانت متجهة من الصين إلى روتردام في هولندا وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات إضافة إلى جرافات لحفر قاع القناة في عملية بالغة التعقيد بالسبب الطبيعة الصخرية للمجرى اشتركed في عملية الكرون